شدد رئيس الوزراء الفلسطيني دكتور محمد اشتيي على رفض التهديدات الإسرائيلية للبنوك الفلسطينية حول مخصصات الشهداء والأسرة وأكد على أنه يتم العمل لإيجاد حلول تحفظ حقوق الأسرة وتحمي البنوك من تهديدات الاحتلال أو أي إجراءات قضائية اشتيي قال أنه تم الاتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراءات بخصوص حسابات الأسرة لديها عقب التهديد الإسرائيلي باتخاذ إجراءات بحقها مشيرا إلى أن هذا الاتفاق جاء بعض التواصل مع إدارات البنوك وسلطة النقد وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة هذه الأزمة بهدف تقديم توصيات لاتخاذ موقف موحد من جميع الأطراف أمام التهديد الإسرائيلي ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الشهداء والأسرة ترجمة نانسي قنقر